أكد وزير التنمية المحلية محمود شعراوي أن مصر دخلت مرحلة الفقر المائي وفقا لمعايير معدلات الدولية وخلال مشاركته في ندوة حول الأمن المائي في أفريقيا على هامش مشاركته في فعاليات الدورة التاسعة لقمة المدن الأفريقية بكينيا استعرض وزير التنمية المحلية خرائط الأقمار الصناعية لبيان ارتباط مصر بنهر النيل باعتباره شريان حياة للمصريين موضحا أنه يجب أن تكون المياه في قارة أفريقيا أداة لتعاون البناء وليس للخلاف أو التوتر بين الشعوب